إلى ميلة الآن حيث شهدت بلدية شلغوم العيد في ولاية ميلة حريقا داخل منزل قديم تستغيله عجوزة تبلغ من العمر 85 سنة الحريق التهم كل شيء كانت تستعملها العجوزة التي تعاني من اختلالات نفسية بالموازات وفيت الضحية متأثرة بالحادث صوفيا بوعون لفظت عجوز في العقد الثامن من عمرها أنفسها الأخيرة داخل كوخ هش ببلدية شلغوم العيد في ميلة إثر نشوب حريق أتى على كافة المستلزمات القديمة التي كانت تستعملها الضحية هذا الحريق اتلاف كل لمستلزمات البيت وكذلك وفاة عجوز تبلغ من العمر 85 سنة سبب الوفاة هو استنشاق كمية من ثاني أكسيد الكاربون السبب تعوى ناجم عن تسرب من موقد قادم بالحطب باشرت الشرطة العلمية للدرك الوطني تحقيقها وعاينت مختلف أنحاء الكوخ الذي حولت النيران إلى رمد تآكل شبه السقف الذي يأويها ولم يذر شيئا يذكر لم تبقي إذن ألسنة النار للتلتهمت هذا المنزل القديم سوى قليل من القصب والحطب الذي كانت تعير به العجوز نفسها إضافة إلى بعض الدراهم المعدودة التي كانت تقتات منها صفيان بوعون تلفزيون النهار ولاية ميلا